وللتعليق أكثر حول بعض المقالات التي تترقنا إليها ووردت في بعض الصحف الأمريكية ينضم لينا الآن من عسقلان رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية بوزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا كوبي لافي سيد كوبي أهلا بك معنا بداية ما هو فعليا هدف إسرائيل هنا تحديدنا اليوم بالاستمرار في فرض سياسة التجويع على سكان قطاع غزة ومنع دخال المساعدات بل الأمر ذهب بعد من ذلك وتمثل في جرف وتدمير الأراضي الزراعية سيدتي الكريمة صباح الخير لك ولا المشاهدين ليس هناك سياسة تجويع من ناحية المعطيات بذاتها هناك إزدياد لعدد الشحنات التي تدخل إلى قطاع غزة بشكل يومي وعندما نتكلم على تجريف يجب علينا أن نعلم وكما ترون ذلك في السور هناك أنفاق وفنية تحتية للمنظمة الإرهابية التي تستغل كل الأراضي لأرغارها العسكرية يجب أن يعتطلق مننا أن نسأل لماذا وصلنا إلى حالة التي تدخل إسرائيل بالتجوير ولكن ما نرى أيضا من الصور ليس فقط الأنفاق نرى بأن هناك الدمار الشامل ونرى بأن هناك فعليا مجاعة لا هذا بعيدا كانت هناك تصريحات من مديرة برنامج الغذاء العالمي سيندي مكين قالت أن الشمال قطاع غزة يعاني من مجاعة شاملة وهذا الموضوع كانت تحذر منه الأمم المتحدة منذ شهر مارس بل الآن تتحدث بأن هذه المجاعة تنتقل إلى الجنوب أيضا سيدتي أولا من ناحية الحقائق ليس هناك تجوية ليس هناك سياسة يجب أن نتساءل لماذا لن تتهم حماس في كل ما حدث في قطاع غزة للفلسطينيين وهذا نقطة الضعف للدول الغربية التي لن تريد أن تسمع ماذا تقول لها الدول العربية المعتدلة كالإمارات، كالسعودية، كمصر الذين يعلمون تماما ما هي خطورة الإخوان المسلمين الذين لا يهمهم تجويع الشعب وإذا هذا بصالح المصالح الذاتية لهم الدهية والسياسية فالشعب يموت ولكن ليس لإسرائيل أي إرادة أو سياسة لتجويع الناس ولكن الحقيقة على الأرض تقول العكس سيد كوبي هذا أولا وثانيا هنا تابعنا كيف كان هناك فعليا تصريح من وزير الدفاع يوف غالانت بنفسه يصرح بعد يومين السابع من أكتوبر وقال بأن إسرائيل ستمنع الكهرباء والطعام والماء والوقود عن غزة وهو ما يحدث فعليا الآن سيدتي نحن مرتنا تقريبا ست أشهر وكما قلت هناك نقطة ضعف للدول الغربية التي لا تفهم ماذا يحدث وما هي خطورات السياسة المنهجة من قبل الإخوان المسلمين إسرائيل لن تعتدي على قطع غزة انسحبت بالكامل بـ 2005 من قطع غزة ما كان هناك ولا مستوطن أو جند إسرائيلي داخل قطع غزة لمدة سنوات طويلة سيد كوبي أنت تذهبنا إلى الوراء أنا أتحدث عن الوضع الآن نتحدث عن منذ السابع من أكتوبر إلى الآن يجب علينا سيدة الكريمة أن نفهم أن هناك ربط بين ما كان لمن بيستر اليوم يعني عندما هاجمت حماس إسرائيل يعني إذا عدوك بهاجم بيدك فماذا تعملين لا تحاربي عدوك بكل الوسائل المتاحة بأيديك طبعا هناك منظمة إرهابية تريد يطلع الشعب ضحية لطموحاته السياسية والدينية والذي يخدم نظام إيراني وليس المصالح الفلسطينية وليس هناك إسرائيل لمدة سنوات طويلة لماذا أبسحت إسرائيل المجال أمام العمال الفلسطينيين من قطع غزة ومن الطاقة الغزية يعني ليس هناك تفريق ما بين سكان غزة المدنيين أطفال والنساء ويعني عناصر حماس طيب صحيفة نيويورك تايمز أيضا كان هناك مقال ملفت الكاتبة تقول بأن استخدام سلاح تجويع المدنيين هو جريمة حرب وأن عناصر هذه الجريمة تم استفاؤها هل هذا سيدفع إسرائيل إلى مراجعة سياساتها التي تتمثل وكما يقول البعض بأنها هي عبارة عن سياسة تجويع سيدتي الكريمة أنا ما قلت أن إسرائيل ترى المواطنين والمقربين بنفس المعيار وليس هناك سياسة تجويع بالعكس قلت أنه من ناحية المعطيات بالذاتية وتقدر تفحص المعطيات مش عندي عند المصريين عند الجالب المصري هناك إزدياد كبير بمئات الشحنات التي توفوت يوميا إلى قطع غزة ولكن عندما أقول لكم ولا تصدقونني أن حماس تسرق المواد الغذائية لجزء كبير من الشعب وتدخل هذه المعونات للأنفاق لأن جنودنا لقد عثرت على كميات هائلة من الكياس ومن المساعدات في داخل الأنفاق وصلت الفكرة شكرا لك سيد كوبي لافي رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية بوزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا كنت معنا من عسقلان